حل الكنيسة الإسرائيلي بصورة رسمية تمهداً لعقد انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان أبريل عام 2019 لقى ردود فعل مختلفة وفي مقدمتها القائمة المشتركة التي أكدت بأنه آن الأوان لإسقاط سياسات وممارسات الحكومة اليمينية الحالية من خلال الحفاظ على القائمة المشتركة نحن نقول أن اليمين المتطرف قام بتشريع القوانين العنصرية قوانين غير الديمقراطية قوانين احتلالية واستيطانية أنا الأوان لتغيير الحكومة في إسرائيل وأنا الأوان لإسقاط نتنياهو من سدة الحكم وتشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية حالياً بأن حزب الليكود الحاكم يحظى بأوفر حظ لتشكيل الحكومة الأمر الذي يستوجب رص صفوف في سبيل مواجهة حكومة شبيهة بالقائمة حتى اليوم الانتخابات القريبة يبدو أن اليمين سيعود إلى السلطة سواء كان نتنياهو أو حتى لو غيره لن يكون هناك تغيير سياسي في إسرائيل من ناحية المواقف السياسية ولهذا السبب يجب عدم انتظار الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها أزمات داخلية وخارجية كذلك فضلاً عن قضايا فساد تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أفضت إلى تبكير هذه الانتخابات بيد أن نتائجها وإن بدت حتى اللحظة محسومة إلا أن التجارب السابقة تؤكد بأنه لا مستحيل في المعارك الانتخابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة